بصال خير تحية للجميع بالأمس كانت إطلالة سريعة حول ما حدث لنادي نهضة بركان وما يحدث لحد الساعة هناك في الجزائر قبل البداية صحيح في هذا الفيديو سنحاول التعرض لمجموعة من الأمور أولها لماذا يحدث هذا دائما مع أنديتنا الوطنية مع المنتخبات مع الإعلاميين هل هي عقيدة دبلوماسية جزائرية محضة تقوم بها باستفزاز الدول هل هذا متعمد أم فقط إجراء اتخذه مسؤول أمني هناك هل هذا سببه مجموعة من الهزائم المتتالية إضافة إلى ذلك المسألة القانونية والتحركات التي قامت بها الجامعة الملكية المغربية والكاف ومراسلته أو الإيميل الذي تم إرساله والذي بناء عليه غادرت بعثة نادي نهضة بركان المطار وذهبت إلى مقر الإقامة اجتماع لجنة الأندية الخاص بالكاف والذي يتزامن مع اجتماعات اللجنة التنفيذية داخل المملكة المغربية لبحث مجموعة من الأمور ومنها تأكيد الدعم للملف الثلاثي لاستضافة المونديا للمغرب إسبانيا والبرتغال بالإضافة إلى ذلك سنتطرق لردة إعلام الجزائر وماذا قال وكيف حاول أن يزور الحقائق وسنتطرق بالتأكيد لحملة التضامن الشعبية والتي أيضا طبعها تضامن لا مشروط من طرف الأندية الوطنية مع ممثل الكرة المغربية في كأس الكونفدرالية الأفريقية قبل البداية الشكر الجزيل لأتلاتك حاسي لبيض على هذه الهدية الجميلة التي توصلت بها منذ مدة طويلة من صديقي وأخي وعزيزي الدكتور منصف اليازغي ألوانه تشبه ألوان نهضة بركان بعض الشيء فمن باب التضامن ارتأيت ارتداء هذا القميص أتلاتك حاسي لبيض تحية لكم وكل أمنيات لكم بالتوفيق على هذه الالتفاة الجميلة إذن لنتعرف على العقلية الكل يعرف السيناريو لأظن أن مغربي اليوم لم يفهم ماذا حدث أنتم تعلمون ذهبوا إلى المطار وصلوا في الحادي عشر بتوقيت الجزائر في هواري بوميديان مرت الأمور بسلام خرج الفريق تم الاستيلاء على ألبسته الرياضية بسبب خريطة المملكة المغربية التي لا تمس وفي نفس الوقت قبل أن تكون فوق أقمصة أندية المغرب الوطنية فهي في قلوبنا وفي عقولنا ساكنة مقيمة لا تتحرك ولا تمس ومقدسة بقدسية هذه الأرض التي نعشق وبالتالي استفزت الخريطة وشفت المغربة كيعلقوا تلقاتي راه صحراوي مغربي ما عرتش واش وصلتوا ليها عقول الاستخبارات الجزائرية التي اليوم تترك هذا الصراع العالمي الموجود وتترك حرب غزة وتترك الشناءان والهجمات المضادمة بين كل من إيران وإسرائيل وتذهب لتركز على فريق كروي يرسم خريطة بلاده كاملة غير مجزوعة على قميص وافق عليه الاتحاد الأفريقي المؤثر والمنظم والحاضن لهذه اللعبة ولهذه المسابقة في المطار كان هناك الكثير من الاستفزازات واسألوا المجرب أنا داست عليت أنا تم انقدر لي لابقى الوقت نحن نعود لكم القصة وماذا حدث لأؤكد لكم بأن أزلام النظام الجزائري يمتلكون الكثير من الجبن الشي الجبن 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 الخوف الهلع يرتابون من كل ما هو مغربي والدليل أن مسؤول أمني أعتقد أنه ينتمي للمخابرات مشا عند رئيس نهضة بركان وشوفوا الكلام اللي قال ليه أنتم غير مرغوب بكم هنا في الجزائر رفوا لي الله يعني يريدون بالفعل خلق مشكلة ولكن أكيد أنهم استشاروا مع من لديهم خبرة إن كانت لديهم خبرة هناك في في الأطر الإدارية للأسف على أنه إن تم ترحيلهم ربما يعتبر فريق نهضة بركان منسحب فكانت تركيز على الاستفزاز على وضعهم في أماكن غير ملائمة على شتاء في بعض الأحيان ومنه ما قيل على لسان هذا بغيش نكمل عندي القافية شنو ممكن نقوله ولكن بلاش ترجمة نانسي قنقر إذا أكرمت الكريمة ملكته وإن أكرمت اللئيمة مرد الكل يعلم كيف يكرم الأشقاء الجزائريين هنا في المغر أندية وفودة جالية لسبب بسيط جدا أنهم أهلنا وأحباؤنا وقل ما تشاء في اللغة وفي الثقافة والدين والهوية وأقول ما تشاء ولكن يستغرب لماذا يتم انتخاذ مثل هذه التصرفات اليوم كانت الخريطة ولكن حتى من لم يكنوا يعني يرسمون خريطة وطنهم على أقمصتهم ولم يملكوا حتى في حاجياتهم التي سافروا فيها إلى الجزائر في كثير من المناسبات أي شيء آخر كانوا يقابلون بمعاملة رديئة سيئة تعبروا عن احتقان لنظام المفلس نفكركم الزملاء الصحفيين في العلعب المتوسطية لما أعتقد الذين تم اعتقالهم في المطار واتهم جزءون منهم بأنهم جواسيس يعني هنا ستفهم هذا النظام كيف يفكر لا نعمم وأنا معاه أرد البال لا نعمم قد تجدون الإمعات في الإعلام لديهم وقد تجدون المنحطين والأنذال في السياسيين لديهم وستجدون نخبة عسكرية حاقدة على كل ما هو مغربي نتفق على ذلك ولكن قد تجدون كثر في الجزائر العاصمة وفي عنابة وفي السطيف وفي وهران وفي كل المدن الجزائرية عاقوا بلعبات النظام القدرة ويعلمون بأن ما يربطهم بالمغرب أكثر مما يفرق وللأسف هذه رسالة للداخل الجزائري نهضة بركان تمثل مدينة بركان بركان التي كان يجتمع فيها قادة جويس التحرير بركان الذي كان فيها منطلق للمقاومة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي بركان لديها تاريخ عريق معكم شرق المملكة كوسطها كداخلها كجنوبها لديه تاريخ عريق في مقاومة الاستعمار الفرنسي هناك في الجزائر إلى أن الجزائر استقلالها فهنا رد الدين بطريقة بذيئة وقذرة من بين المضايقات دعونا نتابع هذا الفيديو في مطارات الجزائر يعني يتلذذون مشغل مغربة رأي ليس ببعيد أعادوا صحفي جزائري فرنسي أعتقد يحمل جزائر الفرنسية أيضا يشتغل في جون أفريك أعادوه من المطار والسبب لديه مقالات معادية للجزائر يكرهون أي صوت آخر هذا جزائري وأعادوه من المطار أصحاب منظمات حقوقية جزائرية مدنية طبعا تذهب للمشاركة في آليات الاستعراض الشامل في جينيف للدفاع عن الحقوق المدنية الجزائرية عن حقوق الإنسان الجزائري يتركونهم إلى أن يصلوا المطار ثم يمنعونهم من السفر أسلوب نظام مارق نظام مفلس ونظام على حافة الهاوية شاهدوا هذه التصرفات شوما تعملوا فينا الشيادة شوما عيب عليكم يبدوا أن قلت فينا الشيادة عيب عليكم وإنا عيب عليكم شوما يفعلهم شوما يفعلهم شوما عيب عليكم شاهدتم الفوضى شاهدتم المعاملة السيئة كيف يمكن الإنسان أن يثيق بخطاباتكم الرنانة في خرجاتكم الإعلامية سيد تبون وشانغريحا ومن ولاهم من العملاء والأنذال والخوانا كيف يمكن أن يصدقونكم بعد اليوم والأمس وما قبل أمس بكل هذه التصرفات الرديئة كيف يمكن أن تقنع الداخل الجزائري اليوم بأنك بمسرحية فاشلة في السيناريو والإخراج تستقبلهم في البداية بالورود ومن ثم تصادر أقمصتهم وألبستهم الرياضية وتحتجزهم في المطار لساعات كيف يمكن أن يصدقك وأنت تطلق ما تشاء من الشعارات حول الأخوة والمحبة وعدم التدخل ولست بطرف في هذا النزاع أو ذاك ومع أشقائنا ومع أرشنو والإنسان العربي والإنسان المسلم والجزائر لطالما كانت متضامنة والجزائر من الضيافة والجزائر مرحبة بالغريب قبل القريب والجزائر هي الحضن الذي يلتقي فيه الجميع والجزائر هي التي تلم الشمل كيف يمكن أن يقتنع طالب في الابتداء اليوم بعد هذه السلوكات التي تتكرر يوما بعد يوم بأن هذا البلد فيه عاقل بأن هذا النظام اليوم يؤمن على دولة جغرافيتها متسعة شاسعة في شمال أفريقيا لديها لهفة كبيرة جدا لسباق تسلح الله أعلم مع من تقيمه لديها أموال ثروات طبيعية لا تنتهي من الغاز والبترول كيف يمكن اليوم أن يترك هذا النظام المارق في منطقة جغرافية حساسة كشمال أفريقيا وفي نفس الوقت تلك المصداقية التي تتعنون بها وتطلقون بها الشعارات الرنانة بدأت تتلاشى شيئا فشيئا وتسرون على قتل صورة جنيلة رسمها كثر في مخيلتهم حول جزائر الشهداء جزائر الأنافة والكرامة والمقاومة تسرون على قتل هذه الصورة بتصرفات قبيحة فيها الكثير من النذالة وفيها الكثير الكثير من الحقد على ما هو مغربي جزء من الإعلام الجزائري حاول أن يبرر سكت دهرا ونطق كفرا مقدمة فيها جمالية اللغة وقبح المعنى كتبت لك على شاشة أو على كاميرا فقلتها مصدقا ما فيها من تراهات سنستمع وتستمعون وسنحاول الرد عليها دون نص المسبق أهلا بكم مشاهدين لطالما كانت كرة القدم عند العقلاء مجرد رياض أقول عند العقلاء لكن عند السفهاء تصبح حربا قذرا الوقفون عند خط البحث عن المشاكل لا يكلون ولا يملون الجزائر تحمل في يدها الورود وتستقبل بصدر رحب للجميع وهذا ما عودت الجميع عليه لكن عندما تأتينا بيد السلام قاصدا فمرحبا بك ولكن عندما تحمل لنا مبادئنا على صفيح النار فهذا لا نسكد عليه أبدا فريق نهضة بركان أقول جاء مثل أي فريق يزور الجزائر تم استقباله بصدر رحب لكن ما حصل كان عجيبا ومستفزا الفريق يحمل قمصان بها خريطة وهذا طبعا منافي تماما لقوانين الكاف والهيئات الرياضية الدولية هذه الخريطة المستفزة يضم فيها هذا الفريق خريطة المغرب مع الصحراء الغربية المحتلة في إشارة واضحة لنوايا سياسية لا تعكس مبادئ وتوجهات الجزائر في نصرة قضايا التحرر هي مصرحية يريدون بها نشر البلبل وتغيير مسار عرس كروي بدأناه نحن بالورود لكنهم جاءوا لللعب السياسي القبر فمنذ متى؟ نكتفي بهذا القدر لنرد عليك أيها المفتقر للمعرفة للسلاسة اللغوية وأيضا للحقائق اسمع تحدثت عن الورود وهذه الورود فيها أو في باطنها الشوك تحدثت عن مبادئ وضعت على صفيح ساخن أو ملتهب وهي مبادئ يمتلكها نظام مفلس وإن كانت المبادئ لا تتجزأ ولكن المبادئ التي فيها الكثير من القيم يكون فيها قيم التضامن قيم المحبة قيم الإخاء قيم العرفان قيم رد الجميل وهذا الفريق يأتيك من وطن له تاريخ عريق معك كشعب جزائري نظر من أجل التحرر يأتيك بخريطة وطنه كاملة غير منقوصة والتي لا تسكن مبادئه وقناعاته فقط وإنما تسكن قلبه وعقله ودفع من أجلها بماء روت تلك الأراضي الطاهرة في صحرائنا المغربية في أقاليمنا الجنوبية التي يشهد بها القاسي والداني وإن كان هناك منطق يحترم في التاريخ لو وجدت حدود المملكة المغربية تصل إلى نهر السينيغال ولن تزعن منك مدن جزائرية تتغنى بها اليوم وتستثمر ثرواتها الطبيعية وتفقر أهلها حتى في الداخل الجزائري لا نريد أن نعود إلى الماب التليد لأننا نؤمن بأننا اليوم أمام واقع نحترم الموثيق الدولية التي وقعنا عليها وترسيم حدودنا الجوية والبحرية والبرية نحن لسنا بنظام مارق نحن أمبراطورية نحن مملكة لها تراث عريق واليوم حين يأتي سفير الكرة الوطنية نهضة بركان جاء ليشارك بذلك العنفوان كبطل للمسابقة في أكثر من مناسبة جاء يا صديقي يحمل خريطة وطنه على قميصه الذي وافق عليها الاتحاد الأفريقي المؤثر والمنظم الذي له كلمة تعلو على كلام نظامك وعلى تصرفاته المارقة وعلى ديوانتك وعلى جماركك في المطار وعلى شرطتك التي أرادت أن تنال من هذا الفريق الذي جاء ليمارس ممارسة كروية حقيقية بعيدا عن ألعاب سياسية السياسة حضرت من نظامكم القدر حين ذهبت وفتشت أقمصة لدى الفريق واحتجزتها وهي أقمصة تصلح للتدريب يا صديقي لن نضعها في برواز ونتغنى بما نملك لأننا نشعر بالفخر والكبرياء والاعتزاز في كل الميادين والحقول الرياضية كانت أم سياسية أم ثقافية وفي نفس الوقت هذا الخرق القانوني الذي تتحدث عنه وفق عليه الاتحاد الأفريقي الذي بالمناسبة كان يجتمع هنا في المملكة المغربية في الرباط عبر لجنته التنفيذية لا يختار مثلا قبلة الجزائر لعقد المؤتمرات ولا أي شيء من ذلك وحضر معهم أيضا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ليحضر ماذا؟ ليحضر اجتماع لهذا الاتحاد يدعم فيه ملف المغرب في ماذا؟ ليس في مباراة ضمن دوري رمضاني وليس لبطولة ودية لن يتابعها حتى الجمهور المحلي وإنما لبطولة كأس العالم 2030 مع من؟ مع الكبار مع إسبانيا والبرتغال هذه اللجنة التنفيذية التي أكدت دعم الأفارق لهذا العرس الكروي العالمي الذي سيستضيفه المغرب ويشرف به القارة الأفريقية يأتي في وقت تحتضن فيه المملكة ماذا؟ كأس الأمم الأفريقية داخل القاعة ويصل منتخبة إلى المباراة النهائية ويرحب الجميع بهذا التنظيم المبهر والجميل وأبرزهم رئيس الاتحاد الأفريقي موتسيبي بمعنى آخر أن هذا الوطن الذي يتقن الرياضة ويمتع ويبدع في الرياضة ويتألق فيها كرويا فنيا وتنظيميا لن يأتي لك لممارسة مسرحيات مبتذلة جاء ليمارس في دور نص نهائي لمسابقة قارية بقميص أشر عليه الاتحاد الأفريقي فالمسرحيات من يحبكها هو النظام المستسلم الفاشل هذا النظام الذي وجد نفسه في مأزق هذا النظام الذي فقد كل شيء هذا النظام الذي قال عنه الكبار العظام بأنه نظام لا وزن له والدليل تذكر معي اقتحم ميدان السياسة دعك من الرياضة اذهب في البريكس قالوا لقد قابلنا انضمام الدول التي لها وزن حتى من لم يقدم طلب الترشح لهذه المنظمة تم استدعائه منهم الإمارات التي تهاجمونها اليوم يعرفون وزنكم جيدا ويضعونكم في الخانة التي تستحقون للأسف ليس لأن الشعب الجزائري هكذا ليس لأن تلك الجغرافية الجميلة في هذا المكان من شمال القارة الأفريقية تستحق ذلك ليس لأنكم تفتقدون للخلق والإبداع والثروات البشرية والطبيعية ولكن لأن لديكم نظام حبيس عقلية الحرب الباردة وهذا النظام يريد أن يلهيكم بأي شيء وإن كانت لديكم انتخابات رئاسية مرتقبة يمارس عليكم الإلهاء فأي فرصة تأتي عبر قضية فلسطينية عبر كرة القدم وقلتها مرارا وتكرارا لم يبقى لديه أي شيء من المؤامرات والدسائس سوى اللعب على وتر كرة القدم وحين ينتهي من ذلك سيطلق العنان لمجموعة من أدواته الإعلامية لكي يهاجم هذا أو يهاجم ذاك يختلق تارة المشاكل مع المملكة المغربية وترى أخرى يدخل على خط عدو مفترض كدولة الإمارات العربية الشقيقة أو حتى النيجر أو حتى مالي واليوم أصبح الجميع ينفر منكم وصدقوني بأن حتى الاتحاد القاري أو الفيفا أو حتى اتحاد أوكيا نوسيا أو نيكاراكوا لن يجرؤ بعد اليوم على أن يمنحكم دوري رمضاني على أن يمنحكم مباراة في كرة المغرب انتهى الكلام للأسف وضعكم نظام العسكر في خانة المنبوذين بما تقومون به من تصرفات على العموم قلنا لجنة الأندية مجتمع لحد الساعة لا أعلم ما اتخذت من قرارات لا يضيرنا لا يضيرنا ضيع لقب كأس الكونفدرالي الأفريقية على أن لا يضيع وطن وطن قيمته المعنوية تتجاوز كل الإنجازات الرياضية والكروية مجتمعة هذا الموقف الثابت الذي كان عليه نادي نهضة بركان من اللاعبين والإدارة والمسيرين والجهاز الفني ترفع له القبعات امتحان صعب تنغيص عليكم نعم سماعكم لعبارات بديئة من أناس لا يملكون الأخلاق ولكن في نهاية المطاف ماذا نلتم؟ نلتم تضامن واسع وشاسع الأندية الوطنية كلها مجتمعة كانت على قلب رجل واحد الجماهير المغربية منذ الأمس تقدم لكم التحية الخريطة المغربية سكنت مواقع التواصل الاجتماعي والكل يتغنى بهذا الوطن عبر بوابة ماذا؟ عبر بوابة نادي وقف صامدا في مطار هواري بوميديان لكي لا يتخلى عن مبادئه التي تحدثت عنها قبل قليل وفي تلك المبادئ وحدة وطنية مقدسة أي أيد آثمة تنتد إليها تقطع أتمنى أن تستوعبوا ذلك القوانين التي تتحدث عنها افرضها على نفسك إن كنت ترضى بأن تكون لديك جزائر تقسم منها مناطق شرقية أو شمالية أو غربية فذلك شأنك أما نحن لدينا خريطة واضحة المعالم نرسمها على قميس فريق كروي نضعها على متن مركبة فضائية نضعها على حافلة للمواصلات نضعها في قلوبنا نضعها على جباهنا نضعها في عقولنا هذا شأن يعنينا أما أنتم لديكم حدود عليكم أن تلتزموا بها اليوم قمتم بخرق القانون المسؤولية تقع على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وقلتها مرارا وتكرارا بأنكم للأسف كدولة لا توفرون الأجواء لإجراء أي ممارسة مهما كان حتى في السياسة فشلتم قمة عربية أسميتموها قمة لم الشمل فشلتم فيها في الختام أريد أن أحدثكم عن تجارب قد يظهرون لك الوجه الجميل مثلا في رحلة من الرحلات وربما عرفتم هذا المشهد ورأيتم واطلعتم على تفاصيل هذه القصة فيها كانت مباراة في نهاية دور الأبطال أبطال أفريقيا طبعا ذهبنا استقبال سيئة حافلة سيئة من ثم بدأ نشروا نار الفتنة على مستوى منصة التواصل وتم استهدافي بشكل شخصي جعلونا على مقربة من منصة الصحافة أدخلوا بعض البلطجية هناك بدأوا باستفزازنا على مدار شوط المباراة الأول في الشوط الثاني مجرد خروج إلى الجهة التي كان فيها فريق الرجاء البيضاوي عودة بعد ذلك في كل وارل يعني ما فيش أكثر من ثمانية أمتار أكثر من سبع ثمان أشخاص قاموا بالاعتداء عليه بشكل مباشر وأحضروا من طرف رئيس له من اسمه نصي حمار كنتم تتذكرون يعطيك من طرف اللسان حلاوة والغدر فيه ساكن ومقيم قد يقوم بالغدر بأي لحظة كانت فقط لماذا؟ لأنك مغربي ولديه عقدة المغربي ومن يقومون بذلك؟ التخمة العسكرية والمقربين منها ولكن خسئتم خسئتم وباءت كل هذه الدسائس والمكائد بالفشل وبركان بالنسبة لنا انتصرت وتوجت باللقب الأفريقي وبقلوب وعقول المغاربة السلام عليكم شكرا